عزيزي متابعي عجمى مرتدة عشاق الرياضة المصرية في كل مكان متابعي النادي الاهلي انتم على موعد مع حلقة خاصة وموضوع الدور الانجليزي وفوز الستي بالدور الانجليزي واخبار النادي الاهلي وفوز محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في العالم ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا حابب اناول لحضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصال كل جديد لو بالتابعنا على صفحتك على الفيسبوك ما تنساش تعمل مطابعة للصفحة يوصلك الاخبار الحصرية ونبدأ اخبارنا بمانشستر سيتي يتوق بدور الانجليزي رسميا عقب الفوز على استون فيلا في مباراة دراميتيكية 3-2 منشستر سيتي كان متأخرا 2-0 وكان اللقب قريب جدا من ليفربول في حالة فوز ليفربول ولكن منشستر سيتي في 10 دقائق فقط يقلب الطاولة على استون فيلا ويحصل على المباراة بسلاث اهداف مقابل هدفين ليتوق بالدور الانجليزي ليفربول عمل مباراة اكثر من رائعة بعد ما كان متأخرا في الدقيقة تانية بهدف عادة وسجل سلاس اهداف ولكن العادة ما كانتش في صالح ليفربول ولكن الاهم والاهم للمصريين جميعا هو عودة محمد صلاح انه لعب النهاردة نصف ساعة سجل هدف خلاه في صدارة هدفين الدور الانجليزي محمد صلاح وسون في هدفين الدور الانجليزي محمد صلاح يسطر التاريخ مع ليفربول محمد صلاح بان عليه علامات الحزن عقب المباراة ولكن محمد صلاح حزين عشان اللقب الجماعي ولكن اللقب الفردي محمد صلاح حصل على هدف الدوري الانجليزي حصل على جائزة احسن لاعب اليوم محمد صلاح لا يريد القاب فردية ولكن يريد القاب جماعية ولكن كل الشكر لمحمد صلاح على ما قدمه محمد صلاح هدف الدوري الانجليزي منصفة مع سون محمد صلاح لعب عدد طقائق اقل من سون سون لعب اكتر محمد صلاح كان متواجد في بطولة افريقيا كان متواجد مع منتخب مصر كان مصاب لفترة طويلة جدا ولكن نجح فيه تحقيق هدف الدوري الانجليزي الف مليون مبروك فوز منشستر سيتي الف مليون مبروك فوز محمد صلاح نتمنى مزيد من الالقاب والانجازات للفرعون المصري محمد صلاح وخبرنا التالي وندخل على مباريات النادي الاهلي النادي الاهلي يبدأ الاستعداد للوداد المغربي في انهاء دوري ابطال افريقيا بلا راحة ربطة الاندية المصرية تؤكد على تأجيل مباراة النادي الاهلي واسترون كامباني لاراحة النادي الاهلي عقب فوز النادي الاهلي بالامس في المباراة الصعبة جدا على امبي بالسنائية في دقيقتين عقب مكان النادي الاهلي متؤخر بهدف افكر كل جمهور النادي الاهلي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ما تنساش دعم الاهلاوي للاهلاوي انا اهلاوي منتظر دعم كل جمهور النادي الاهلاوية والف شكر لكل جمهور نادي الاهلي اللي متواجد معايا وبيتابعني ويريد دعوة حلوة للنادي الاهلي في الكومنتات من اجل فوز النادي الاهلي بمباراة الوداد النادي الاهلي يستعيد المصابين اليوم نزل حمد فاتحي اليوديانج عمرو السلية كل دون نزلوا من النهاردة في فترة تأهيل الاهلي بيجاهز لعبته الاهلي بيعدته الاهلي بيجاهز اسلحته كابتن محمود الخطيب النهاردة في لفتة طيبة جدا بيستضيف البنتين اللي هم اصحاب المهام الخاصة اللي موجودين في مباراة النادي الاهلي في كل مباراة النادي الاهلي بيستضيفهم النهاردة في النادي الاهلي بيكرمهم بيوعدوهم بالسفر مع الفريق المغرب لمساندة النادي الاهلي كل الشكر للكابتن محمود الخطيب كل الشكر للنادي الاهلي اللي تملي على طول بيعمل الجديد وبالتوفيق للنادي الاهلي في مباراة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته